اشتركوا في القناة طيب الآن الآلية التي يعتبرها أحسنتم إذن طبعا أنا الآن دا أتكلم أستاذ ميتم هاي القضية لابد المشاهد الكرامي التفت إليها أنا دا أتكلم في الروايات المنقولة إلينا المنسوبة إلينا التي نقرأها في الكتب منقولة عن النبي وعن الأئمة ولا أتكلم عن الرواية التي أسمعها من الإمام مباشرة يعني إذا أنا كنت في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه وكنت تحت منبره وقرأ حديثا عن جده رسول الله لابد أن أذهب هل يحق لي أن أذهب إليه وأقول له يا ابن رسول الله أنت قرأت رواية عن رسول الله ولكن اسمح لي أولا أعرض كلامك على القرآن لأعرف أنه صحيح أو ليس بصحيح أو ليس من حقي ذلك أجراء غير منطقي أساساً لماذا؟ لأنني أنا في الرتبة السابقة معتقد أن هذا الإنسان وهو الإمام الصادق يخطأ أو لا يخطأ لا يخطأ يسهو أو لا يسهو ينسى أو لا ينسى بعبارة أخرى أنا اعتقدت بعصمته أو لم أعتقد فإذا اعتقدت بعصمته بعد لا معنى لأن أعرض كلامه على كتابي ماذا؟ لأنه هو القرآن لأنه هو الذي يقول ما هو القرآن وهو الذي يفسر القرآن ولكن هذا بالنسبة إلينا ونحن نعيش في عصر الغيبة هذا متوفر وغير متوفر إذن هذا الباب أغلق يا باب بقي الباب الثاني وهو أنه أقرأ كتاب الكافي للكليني أو أقرأ أي كتاب حديثي أو أي مسلم يقرأ أي كتاب حديثي ماذا؟ يقرأ البخاري يقرأ مسند أحمد يقرأ سنة الترمذ إلى آخره تمام؟ هذا يسمعها من النبي لو دا يقال له هكذا نقل عن النبي أي منهما؟ الثانية طبعا جوا هسا الآن من ينظر إلى السند أستاذ ميثم لتفتولي جيدا هو أي مهمة هذه القضية أنا بيؤدي أن البحث شوية صار علمي أستاذ ميثم ولكنه مهم للمشاهد الكريم إذا جنابك سمعت من الإمام الصادق أنت مباشرة يعني كنت زرارة سمعت ممن؟ من الإمام الصادق ولكن عندما نقلت الرواية لم تنقلها إلينا بالنص واللف نقلتها بحسب وفقا لفهمك إيش قد يحصل فيها تغيير؟ افترض أنه زرارة كان دقيق جدا وحاول بقدر الإمكان نفس المعاني ينقلها بألفاظ أخرى نقصها فدعش خمسة بالمئة عشر بالمئة ولكن علماء الحديث أجازوا لمن ينقل عن زرارة أيضا أن لا ينقل لألفاظ زرارة ينقل ما فهمه شنه؟ هاي شلون رأي ممكن تروح لنا بعد عشر لأخوة جزء أكثر فإذا وصلت الواسطة إلى سبعة مش يقق من الأصل كل تحول من هذا المراد إلى مراد آخر ممكن له لا وأنت لا تجد حديثا في أصول الكافي تقل وسائطه عن أربعة أو خمسة وسائط إلى أن يصل إلى الإمام فماذا يبقى من الحديث؟ الحل ما هو أحسنتم إذن أنا ماذا أشكك في الحديث الذي يقينا بألفاظه صدر من النبي أو الإمام حتى يقولون أن السيد الحيدري يسقط ماذا؟ الحديث ولا تشكك أيضا بالطريق الناقل ولا أشكك هذا ولكن أنا ده أقول بأنه يحتمل أن هؤلاء النقل نقلوا إلينا فهمهم فهمهم قطعوا الرواية سهوا نسوا غلطوا ووا 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 إلى آخره إذن لابد أن تكون لنا مرجعية وراء الحديث أين هذه المرجعية؟ أهل النبي الأكرم وأئمة أهل البيت بروايات من السنة والشعة قالوا اجعلوا المرجعية ماذا؟ القرآن الكريم فكلما جاءكم عنا فكلما جاءكم عنا صحيح ولا مصحيح؟ أيا كان كلما جاءكم عنا فاعرضوه على ماذا؟ القرآن الكريم على كتاب ربنا فإن وجدتم له شاهدا فنحن قلنا وإلا لم نقله هذه بعد تخصم الكلام عزيزي الحمد لله رب العالمين هذا الآن بيد مولانا وسائل الشيعة مولانا هذا وسائل الشيعة مولانا سمعت أبا عبد الله الصادق كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة تقول لي شون السنة؟ يعني يقول السنة التي قطعت أنها هي ألفاظ من؟ ألفاظ المعصوم وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو الزخرف يا ابن رسول الله يعني أنتوا تقولون الزخرف يقول لا مو أحنا هذا النسب إلينا نحن قلنا في كتبكم وإحنا لم نقول لا لم نقول نحن لا نقول إلا ما يقوله القرآن أنا ذلك سمع سيد أنه السنة لا تساوي الروايات والأحاديث صحيحة السنة أبدا أبدا وإنما شوفوا السنة المنقولة لا تساوي أبدا قد تكون صادرة من النبي وقد تكون مجعولة وموضوعة ماذا؟ على النبي قد تكون منقول إلينا بألفاظ النبي وقد تكون منقول إلينا بفهم ماذا؟ الراوي المنقول إلينا بفهم الراوي هذا حديث رسول الله لا بالتأكيد هذا ماذا؟ هذا فهم الراوي وعلم الأصول ماذا يقول؟ يقول قول النبي حجه وهذا قول النبي له فهم الراوي كيف يكون حجته؟ نقرأ ولان في علم الأصول يقول قول المعصوم حجه قوله حجه وفهم الراوي من الرواية ماذا؟ حجه أقرأ لك رواية عزيزي أخرى يقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفون بعد مولانا يقول أيها الناس خطب النبي بمنا يعني القضية من أين جاءت يعني النبي كان قد استشرف المستقبل أو علم بأنه ماذا سيحدث في الحديث فماذا قال فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقوله أكو أكثر من هالصراحة بعد ما أعلم لماذا وهذه الروايات عشرات الروايات في كتب أهل السنة وفي كتب أهل علماء الشيعة وجملة من الأعلام ادعوا أنها روايات متواترة أنه ضرورة الأرض على كتاب الله سمعت سيد كم بنيه من الأحكام الشرعية ومن العقائد ومن المفاهيم ومن الأمور التي أصبحت من المقدسات فيما بعد بناء على أساس هذه الروايات من غير الإرجاع صحيحة حسنت بغض النظر عن مطابقة أنا الذي قراءتي جوهر قراءتي التي أقدمها هذه أقول مساحة واسعة من العقائد ومن الأخلاق ومن الدين ومن الفيقة لا يوافق ماذا؟ لا يوافق يوافق شيء يعني الذي هو صحة السند ولكن لا يوافق القرآن لا يوافق القرآن نعم يعني الآن أفضل ما دام إن شاء الله في أبحاث لاحق سنقف مسألة المرأة والنظر إلى المرأة بيني وبين الله أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن المرأة بيني وبين الله يعطى لها مقام إن لم أقل فوق مقام الرجل لا أقل ماذا؟ مساوث ها؟ لا أقل مساوث ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا النص القرآن هاي المشكلة لم تكن ليست وليدة عصرنا قد يتصور البعض أنه هذه بمرور الزمان وجدت هذه الظاهرة هاي الظاهرة وهي أنه وجود ربما روايات مخالفة للقرآن ومخالفة لمدرسة أهل البيت كانت في عصر من؟ في عصر أئمة أهل البيت فلهذا نبهوا شيعتهم بالكم أن تأخذوا تقبلوا أقل رواية وهي رواية معتبرة سندا يعني بحسب مباني أستاذنا السيد الخوي سندها ماذا صحيح لا يقول السيد يستند إلى رواية ضعيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة